في ثاني تواغل من نوعه خلال الأسبوع الجاري رصدت وزارة الدفاع التايواني عشر طائرات تابعة للقوات الجوية الصينية تنتهك مجال الجزيرة الجوية تشكو تايوان مرارا من قيام بكين بأنشطة عسكرية بالقرب منها على مدى السنوات الثلاثة الماضية وذكرت الدفاع التايواني أنها رصدت إجمالي 25 طائرة صينية تشارك في عمليات في البحر من بينها مقاتلات D-10 وG-16 بالإضافة إلى قاذفات H-6 وأضافت أن عشرا من بين هذه الطائرات إما عبرت الخط الذي يقسم مضيق تايوان وكان في السابق بمثابة حاجز غير رسمي بين الجانبين أو دخلت الجزء الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوية التايوانية وتابعت أن هذه الطائرات تعمل بتنسيق مع خمس سفن حربية صينية تشارك في دوريات الاستعداد القتلي من جانبه أرسل الجيش التايواني سفنا وطائرات لمراقبة الوضع ومنطقة تحديد الدفاع الجوي هي منطقة واسعة ترقبها تايوان وتقوم بدوريات فيها لمنح قواتها مزيدا من الوقت للرد على التهديدات ولم تدخل الطائرات الصينية المجال الجوي لتايوان لكن تايبي رصدت سابقا مستوى ممثلا من النشاط للطائرات والسفن الحربية الصينية بالقرب منها وأجرت الصين منورات حربية حول تايوان في أبريل وأغسطس الماضيين اعتراضا على تبادل زيارات لمسؤولين أمريكيين وتايوانيين وتوقف وليام بلي نائب رئيس تايوان في الولايات المتحدة هذا الأسبوع في طريقه إلى باراجوي فيما يعتبر رسميا مجرد محطة توقف لكن ذلك أثار غضب الصين التي قال سفيرها لدى واشنطن الشهر الماضي أن أولوية بكين هي من علي من زيارة الولايات المتحدة